لم تعد لجمهورية تشادي علاقة بالجمهورية الصحراوية المجعومة منذ ان قررت الحكومة تشادي سحب اعترافها بهذا الكيان في مارس من عام 2006 هذا ما اكد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتشاديين في الخارج امين ابا صديق الوزير تشادي ابرز ايضا ان بلاده تدافع عن مبدأ ان تتم تسوية النزاح حول الصحراء حصريا في اطار الامم المتحدة تشادي لم تعد لها اي علاقة مع الجمهورية الصحراوية المزعومة منذ ان قررت الحكومة تشادي في مارس 2006 تسحب اعترافها بهذا الكيان تشادي تدعم جهود الامين العام للامم المتحدة كما هو الشأنه بالنسبة للمنظم الدولي تشادي اخذت علما بمقترح الحكم الذاتي المغربي ونرحب بجهود المغربي الجادة وذات المصداقية من اجل المضي قدما نحو تسوية قضية الصحراء من جانب اخر اكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ان تشادي تطلع بذور مهم في منطقة الساحل مؤتبرا ان الاسهام العسكري والامن لهذا البلد اساسي للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة ومكافحة التهديد الارهابي حول بحيرة تشادي بشكل خاص المغرب يتابع باهتمام كبير جميع المبادرات التي يقوم بها الرئيس التشادي من اجل تعزيز استقرار البلاد ووضعها على طريق التنمية في اطار برنامج تشاد 2030 المغرب وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية تعهد بمرافقة تشاد على هذا الطريق زيارة العمل الاولى لامنة با صديق للمملكة منذ تعيينها شاد خلالها بمواقف المغرب المحايدة وهي الزيارة التي شهدت التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة منها الدبلوماسية والفلاحة والطاقة والاعلام والاتصال والثقافة والسياحة وترمي هذه الاتفاقيات الى تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين بشكل اكثر المغرب وتشاد لديهما اطار قانوني غني جدا واليوم مع السيد الوزير وقعنا على ست اتفاقيات للتعاون في عدة مجالات ويأتي ذلك ليعزز هذا الاطار القانوني المغرب وتشاد بلدان صديقان وشقيقان يتقاسمان وجهة نظر مشتركة حول قضايا عدة وقد سام في تقوية هذه الرؤى المشتركة متالة العلاقات المتجذرة بين الرباط والجاملة الاهتمام الخاص الذي يليه قائد البلدين الملك محمد السادس والرئيس إدريس ديبي من اجل الارتقاء بهذه العلاقات الى اعلى المستويات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة